السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم سوف نخدم واحد التمرين. يتعلق بتعبير الخبر الولاجي. اهلية تعبير الخبر الولاجي. اذا هذا هو التمرين اللي عندنا. اذا في التمرين هذا. مطلب مني. اذا هنا عندي جزئة اديه. ياك. والبلاسة هذه الثلاثة نيكل يوصيدات في الدين خوية. الجزئة ارين مصاجي يعطوها لها كلها خوية. مضاد الوحدة الرمزية اللي ارين تكون في ارين تيت. اه هاما طوام لها خوية. عديد البيبتيت. عديد البيبتيت. هنا. نديرو. مزيح. نديرو هذا الحمل الاميني. اذا عندنا. هذا هو التمرين هذا. انا صيف توليكم. اه نتمنى تكونوا كتبتوا عندكم. لما كتبوش. قبل ما يتفرج الفيديو يكتب التمرين عنده. يحاول يفكر فيه يخدمه. وعادي يتفرج الفيديو. اذا واحد اولا واحد اذكر الظاهرة التي تمكنه من تركيب آرين مصاجي. قل لك شنية الظاهرة التي تمكنه من تركيب آرين مصاجي. والضاهرة التي تمكنه من تركيب عديد البيبتيت. محددا موقع كل واحدة منها. اذا شنية الظاهرة التي تكلمنا عليها اللي استدلنا تركيب دي الارين مصاجي. اذا هي النصخ الوراثي. النصخ الوراثي. السؤال الاول. اه تمارين واحد. الظاهرة التي تمكنه. اذا الظاهرة التي التي تمكنه اذا تمكنه من تركيب آرين مصاجي هي النصخ الوراثي. نقطة. اذا الظاهرة التي تمكنه من تركيب آرين مصاجي لنصخ الوراثي. امشوا الاخر. الظاهرة. ندير هذه الشرطات التي تمكنه من تركيب ماذا عديد البيبتيت. عديد البيبتيت. شنية الظاهرة التي تمكننا من تركيب عديد البيبتيت. هي ضائرة الترجمة. اذا نكتبوها اليوم. اذا هي ضائرة الترجمة. اذا الظاهرة اللولانية التي تمكنه من تركيب آرين مصاجي هي ضائرة الترجمة. اه هي ضائرة نصخ الوراثي والضائرة التي تمكنه من تركيب بعديد البيبتيت. ضائرة الترجمة. مفهوم؟ دعنا السؤال الاول. ولكن بقى ما نكملناش. قل لك حدد محددا موقع كل واحدة منها. اذا الموقع ديال النصخ الوراثي. في النواة. النواة ديال الخلية. في الموقع ديال الترجمة قلنا ارين مصاجي لنصخ عبر التقويم النووية وتمشي لسيتو بلازم. اذا عندي السيتو بلازم. اه هذا السؤال الاول. احنا جاوبنا عليه. امشو للسؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثاني شنوش يطلب مني? اعتمادا. اعتمادا على معلوماتك وعلى الرمز الوراثي. اتمم ما ينقص في هذه الوثيقة بعد نقلها. اذا. انا ندل الاتمام هنا في هذه الوثيقة. انا نخلي. اكتبها هنا. اذا ننقلها عندنا جوزي اتعاد دا اهن. سي جي تي. اعطينا ثلاثة اخاويين. اذا ندل واحد جوج ثلاثة. نمشي وننخليه اربعة. خمسة. سا. ندل واحد جوجد. اذا اللي اريد ان اعطوني ثلاثة. ثلاثة هنا ايه ونعطوني ايه اه 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 او اه احمر شادي هنا خاوية. همشي العاديد بيبتدل قوح الحمد اميني تيروزين. اذا امشي عكسيا من تيروزين نحصل على جزئة ارين ميساجي. اذا نحصل على الوحدة الرمزية اللي كينا هنا. ومنطلقة من الوحدة الرمزية نحصل على جزئة ارين. نبدل لكم واحدة. نجدوا الرمزي نذهب. اذا ما اللي اعطاونا هذا قد يمشي. ومشي نشد جدول الرمزي. جدول الرمزي شنو عندي فيه? جدول الرمزي شنو تكون? او جدول الرمز الوراثي تكون عندي هنا الحرف الاول. هو هذا اللي هنا. عندي هذه وحدة رمزية. انا نعطيكم مثال. مهم. عندي بحال المثال اللي كينا هنا. عندي هذه وحدة رمزية. تفقين معي. اذا بحالة بها هذه الجي تي شنو يكون قدامها? يكون قدام السي. يكون قدام السي. الجي. قدام الجي. سي. وقدام التى. اه. مفهم? تمشي. هذه تسميها وحدة رمزية. قلت لكم ديك المرة في الفيديو اللي قبل من هذا. هذه تسميها وحدة رمزية. تكون متلجة نيكليوشيدات في ارين ميصاجي تسمى وحدة رمزية. اذا هذه الوحدة رمزية تترمز ليا شي حمد اميني. وهذه الحمد اميني بكنا نستخرجه من هذا الجدول. إلا اعطاكم جدول موسط يعني سهل باش تخرجه. ريا ديك. معطاكم هذا الجدول هذا. نوريكم كيف سنخدمو في هذا الجدول هذا. عندي الحرف وما هادو? هذا الحرف اللي كنيني هنا الحرف الاول. يعني سبشي هنا تشوف هنا حرف الجي. ابتشي تقلب هنا اي لا. السي لا. اه لا الجي هاي كين هنا. اياك. هدا هاي عندنا هنا الجي. تنمشي الحرف التاني. الحرف التاني شنو عندي? عندي السي. امشي نقلب في الحرف التاني اهو الفوق قين الحرف التاني. اهو عندي السي يعني اي لا. السي هاي كين هنا. شنوش ندير دابو. تم مشي تندير واحد الخط تقاطع ما بين السي. وما بين الجي. اهو. يعني في هذه الخانة هاي. اذا هاي الخانة هي المطلوب مني ان نستخرج منها ديك الحمد الاميني. بش نستخرج بققي لي الحرف التالت. الحرف تالت عندي ا ا ا مش أمشي هذه الخانة اللي معني بها الأمر عندي إي السي آ الجي هنا بغينا هايا هايا أكين هنا امشيتها ندير واحد الخط نيت تقاطع 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 جيني في هذا الحمد آميني أعلى نفهم انا جين حط هنا يا أعلى تفقين ولا لا هي الطريقة بشن ولكن دابع عندي طريقة عكسية بغينا نستخرج عكسيا من تيروزين هاو تيروزين يعطينا هنا ذلك الحمد الآميني قد تخرج الوحدة الرمزية والثلاثية نكليوتي دية مش نقلب على تيروزين تيروزين هاو كين هنا نلقى هنا مفهم إذا إذا لقيته هنا قد مش نقلب عليه مفهم عندي جوش عندي اي اي وعندي اي اي سي او ہانا عندك استمرار تيروزين ضعج اي 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 يعني او اي 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 وانا אם اضافية وصعاء الوحدة الرمضية عكسية ابس واريت 24 اي أراني يضبج هنا يضبج تيروزين بلقى ان يضرب تيرروزين length اي 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 يدعو هنا يعني اي هنا وأجم بلقى ابس ووイ يض قدأ اي ا قدأ اا اه اتكون اا ا إدنا اي ا deserved nicht ع ايدنا وقدم اه اي ج انا يجد هذا القادية الفطوران اذا عندي ا اي اي جي. اذا اي جي. اذا اي جي يعني امشين ندير الاسم الوحدة الرمزية. الوحدة الرمزية ستكون عندي هي هذه. اي ا سي. اذا هنا سخرج الوحدة الرمزية. والسخرج انطلاقا من هاد التيروزين او مضاد الوحدة الرمزية. هنا يحش عندي هنا في تيروزين كي نجوج وحدة الرمزية انا اضطريت نزيد المعلومة في التمرين ا اي جي. اذا انطلاقا من ا اي جي نحصل على الوحدة الرمزية جزئة ارين ميصاجي. ومن هذه الوحدة الرمزية هذه اللي عندي اخرج هالتولاتين اليوتي دي اللي عندنا هنا. لماذا? لان اقدم اي في الان شن تيكون. وش يكون عندنا اه تيكون تي. لا تتكون ا. اذا انا احطوه عمشي دابل سطر التاني. سطر التاني عندي اه ارين ميصاجي اذا الارين ميصاجي اي ختم المشي ندير. قدام السي شنو عندي جي دائما قدام السي يكون قبل جي. جي قدام سي. وقبل جي دائما قبل جي اق. يما يكون اي ما تكون تي اه. بعد ذلك هنا تكون قبلها ا. امشو ال ا ا ا شنو عندي? ا عندي دامة غادي تكون اي. لان الاري ميساجي ما عندوش تيمين. دايما انا ادي معلومة شو غلطه فيها. دايما الاري ميساجي قدامه الاوراسي. هل تكون الاوراسي اللي عندو بدلة تيمين. اذا سي كينا الجاي. والتي كينا اه ا ا ا. اذا هذه دائما نحطه في بالنا لو بغينا نخدمها هذه من جزئة ادان نحصل لالاري ميساجي. قدام سي الجاي. قدمتي ركينا ا. بفوام? التيمين ما كانش قاع في العاري ميساجي. يعني اللي فريد كانت عندي هنا pay in. هنا ما نجيش ندير تعيز. نجي ندير الاوراسي. ندير ايه. بفوام? اذا تحسين عن مضاد الوحدة الرمزية لان هذا الرمز يكون عنده عنده مضاد الوحدة الرمزية وحامل وموقع في الحمض الاميني المناسب تكون قدام سي وان تكون قدام اي مفهم؟ هذه هي طوالنا. وي شنو تكون قدامها؟ اي تكون قدامها اي تكون قدامها اي والجه تكون قدامها السي و اي تكون قدامها اي. مفهم؟ نخرج الموداد الوحدة الرمزية. اذا لا ت�rip حتى بحسب الايفدى رامي كبيرة الم停aln donner بحسب المみたい PEミين سوف ENDS هناك منغرب الايفام ، بنفس حياته اي تان 계�بقى وال Passage ه 엄청 كبيرة نشرح الهدفة على عاد 상tah باقي اللي هي هذا وهذا. منينا كندي الليوم. امشي لجدول الرمزي. هنا انا مشيت المضاد الوحدة الرمزية وستخرج به خطأ. يعني يخصي مش نخرج بجزئة عارين مساجي. امشي الوحدة الرمزية الاولى. عندي الوحدة الرمزية الاولى. يلاك. اذا الوحدة الرمزية الاولى عندي جي السي ا. امشي نقلب على الحرف الاول. الحرف الاول هو ا رمزية يمكن القلب عليه حش. اذا نقلب هنا ايه اェ يكين اصل له واحد الخط. يعني ت��고 کہ اعطاكم هذه الطريقة اللي تخدمها. هي هذه الطريقة التقاطع. عندي الحرف ثاني السي. امشي لتنوض meinerคهultura في حرف ثاني. هنا نختار عزي فانكين早rite. يعني انا قبي توح للخط تكاطع لي مع الخط الليولاني. اه وجيني في هذه الخانة athi اذا دي بامش لهذا الخانة الخانة هذه نشوف الحرف اللي فيها. شنو عندي هنا الحرف. عندي هنا ا. فهم? اذا من اللي عندي هنا ا مش نقلب على ا هنا. هاي ا عندي. غني مشي ندير واحد الخط دي التقاطع. جاتني في اسمي شو جي سي ا جاتني في الالة. اذا هاي االة. نفهم? دباتي القادية الحمد الاميني للخراني. اللي هو اي جي ا. نفهم? اي جي ا. اه كيف مسلا نعرفه اي جي ا ا راهية على متقف. يا هاي بسنعرفه عندي هناي الحرف اللي اولاني ا ا او ا او عندي الحرف اللي اولان. اي جي ا. اذا عندي ا ا. وعندي جي اهاي في الحرف الثاني يعني متقاطع انفة الخانة هذي. وعندي لالاخراني ا. ا ا ا. اجي ا ا توقفه اجي ا ا على متقف يعني تسكلك توقف تركيب البروتينا. اذا هنا ما غاديش يتركب ليها هذا البروتينا. ما كانش المقابل للاديك الوحدة الرمزية. اذا هناش يتوقف لي تركيب البروتينا. تنكتفيه به هذا قدر هذا. هذا السؤال التاني. اذا السؤال التاني اه 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 اعتمد لما لو ما تكو على الرمز الويرة اتمين ما ينقص في هذه الواتقا بعد نقلها. احنا احنا اسمي شو جاوبنا على جاوبنا على السؤال التاني بقى ان السؤال تالت. السؤال التلاتة قلت اعطيت عليه لما يقع عند وصول عند الوصول الى الوحدة الرمزية التالتة. قلت لها. يعني قلت ندير واحد التعليق. التعليق اللي يمكننا نقوله هنا يا. هو ان هذه الوحدة الرمزية من شيء اه عند اه عند وصول الى الوحدة الرمزية التالتة. اه وهي عبارة عن الوحدة الرمزية دات معنى خاطئة او بدون معنى. وهي عبارة عن وحدة رمزية بدون معنى. يتوقف تركيب البروتين. او يتوقف تركيب عادي البيبتيد. اه وبالتالي انفصال لو انفصال لوحدتين الريبوزوم. اه عن الارميساجي. وايضا انفصال للحمد الاميني الاول الميتيونين. اه ويصبح للحمد الاميني التاني هو الاول. اذا انا اتشاه معلومة دل الدرس دل المكشفات. نحاول نكتبها لكم. السؤال ثلاثة. جاوبنا على التاني. ندائما نحط قدامي الوثيقة. لما يقع عند الوصول الى الوحدة الرمزية التالية. عند الوصول الى الوحدة الرمزية ثلاثة. يتوقف. ندير بين قوصين. بين قوصين واحدة. واحدة رمزية. بدون معنى. واحدة رمزية بدون معنى. عند الوصول الى الوحدة رمزية ثلاثة. واحدة رمزية بدون معنى. يتوقف. الريبوزوم. يتوقف الريبوزوم معنى الترجمة. معارضة اخرى. انفصال. او تفكيك احسن. تفكيك. وحدة. الريبوزوم. لان الريبوزوم في شفنا انه عنده وحدتين. اذا تفكيك وحدة الريبوزوم. اذا تفكيك وحدة الريبوزوم. اذا عن. ارين ميساجي. تفكيك. قنة الخرانية. انفصال. ميتيونين. يعني. اذا انفصال ميتيونين. يعني. السلسلة البيبتيدية. عن سلسلة. البيبتيدية. انفصال ميتيونين. عن سلسلة البيبتيدية. ويصبح. ويصبح. الحمد الاميني. الثاني. هو الاول. اذا نعود. نقرأ عليكم هذا شي. اذا عندي اول حاجة عند الوصول الى الوحدة الرمزية ثلاثة. واحدة رمزية بدون معنى. يتوقف الريبوزوم عن الترجمة. هذه هي اول حاجة. ثاني حاجة. تفكيك وحدتي وانفصالهما عن الارين الميساجي. ثاني حاجة. انفصال ميتيونين عن سلسلة البيبتيدية. ويصبح الحمد الاميني. الثاني هو الاول. اذا نتمنى لما تشاهد الفيديو دي للدرس. عودة ارجاعي تفرج في الفيديو دي للدرس. وهذا الدرس دائما نكتبوه في ورقة. وحاولوا تراجعوه. لان ونعطيكم واحدة طريقة المراجعة. اللي كتبتي. اللي فهمتي. حاول. حاول دير واحد. واحد شوية. بسيلو ورقة تعاود. بسيلو ورقة بحاجة تشرح شي واحد. ودوز عاودتين ربها وشين ساعة. عاودة ذاك. يعني الغدلي عاودة بسيلو ورقة. دوز واحد تلتيام. طلع عليه بعينيك. دوز سيمانة. عاودة بسيلو ورقة. باش يقرب الوطني. تعاود بسيلو ورقة. تلقى سكتشي دابطة. اه في الدماغ. لان المقرر طويل. والسيونس يبغي تكون دابط جميع المعلومات. لان هالمعلومات ستحتاجها. اما في السرداد المعارف. انت او ما ترضاش في السرداد المعارف تضيع عاديك نص نقطة ولا ولا نقطة. لان بنص نقطة 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 نقطة. هكاك شا تتحصل على هذهك عاما بين 18 و 20. باش تفوق حاول تدبط جميع جميع المعلومات يكون في الدماغ. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وسهلا. اذا بقيت بادي السيستام اللي قلت لك ان شاء الله. را غادي توصل الوطني دابط المعلومات كله. وما غاديش يكون عندك واحد واحد الاجهاد واحد السميش والدغط من يقرب الوطن. من دابط بطلع عمور ان شاء الله. دنا هوا سعاح. تمنى تكتبوه. وتمارين را عندكم ان شاء الله. يا الله السلام عليكم ورحمة الله.